موسيقى لكل السادة المتابعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أعرف حضراتكم أنه جاري الآن حجز فيديو المراجعة النهائية لمادة الماس لبريب 1 وإن شاء الله فيديو المراجعة النهائية حيكون مغطي كل الأفكار والمسائل المهمة اللي دايماً بتيجي في الامتحان وبفضل الله هتكون مراجعة أضمن لك بيها أنك إن شاء الله تجيب الدرجة النهائية اللي شايف أنه محتاج فيديو المراجعة النهائية يرجى التواصل واتساب على الرقم اللي قدامكم على الشاشة علشان يسجل اسمه اشتركوا في القناة أهلاً بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة برايفت ماس لسونز الدرس دايماً يعتبر استكمالاً للدرس السابق اللي هو الرفلكشن في ستريت لاين وإذا ما شفنا الدرس اللي فات الدرس بتاعنا بينقاسم لجزئين جزء دروينج وجزء عندي عبارة عن الرفلكشن في الكارتزيان إيه بلين في اللسوم بتاعنا النهاردة هنشوف الدروينج هيتم إزاي في الأول وبعد كده هنشوف الجزء اللي بيجي كتير في المسائل اللي هو الرفلكشن في الكارتزيان بلين طيب تعالوا نشوف مع بعضينا أول حاجة الديفنيشن بتاع الرفلكشن in a point لو أنا عندي الpoint a دي الوريجنال point وعايز عمل لها رفلكشن in a point m بنعمل ايه المفروض إن أنا بعمل مابينج للدستانس دي الناحية التانية على امتداد ال line segment دي يعني بنوصل ال a بال m والline segment دي أخد على امتدادها نفس الدستانس بس الناحية التانية لحد ما وصل ال point اللي هي ايه يبقى في الحالة دي هتلاقي عندك إن ال m دي عبارة عن mid point between the original point وال a وال image بتاعتي تعالوا نشوف مع بعضينا الرفلكشن in a given point نعملها ازاي بنعملها ازاي بالدروينج بنعمل رأي بيبدأ بال a ويمر بال m ونكمل وبعد كده بأخد الفتحة دي بالقومبس بتاعي واقف عند ال m واخدها الناحية التانية ممكن اخدها بالقومبس أو ممكن اخدها بالمسطرة بتاعتي اقيس ال distance دي واخد زيها الناحية ال a الناحية التانية ولازم تلاحظ هنا ان distance a m هتبقى add distance m a dash تعالوا نشوف مع بعضين اعمالها ازاي بالدروينج ادي ال point a اللي هي ال point اللي هعمل لها reflection و ادي ال point b اللي هي اللي هعمل عليها reflection هنوصل ال a بال b وبعد كده اطول ال a اطول ال line ده بعد كده اجي بالكمبس بتاعي off عند ال b و اعمل arc ال arc ده اد بالزبط ال a b هيطلع معي ال point بعد ال intersection دي هي ال a هي reflected point بتاعت ال a وبعد كده انت ممكن ايه ممكن توصلها ايه يعني تزلل ما بين ال a ال b وال reflected point وبتبقى ال point بتاعتي ال point ديت اللي هي ال a dash اللي هي ال a دي هي ال reflected point وبتلاحظ ان distance d add the a add the distance d طيب لو هجيب ال image بتاعت line segment by reflection in a given point عندي line segment a b عايز اعمل لها reflection على point m هعملها ازاي هوصل ما بين ال a وال m واطول الخط بتاعي واخد نفس ال distance d النحية التانية يديني ال a dash كذلك مع ال b هعمل ال ray b m واطوله واعمل مابنج يعني اخد نفس الحتة دي الحتة التانية اخد نفس ال distance d اديها الناحية التانية واحدد point b dash ونوصل a deep d تبقى هي ال a ال image بتاعت line segment a b تاخد بالك ان لازم نفس line segment d لانس بتاعتها هي اكوال نفس line segment a بتاعت ال original line segment يعني a dash b dash هي اكوال a b و ايه كمان لازم اللي اتنين يطلعوا برا للي ايه برا للي بعض هنرسمها ازاي هنرسم line segment a b دي البوينت اللي هعمل على ال reflection اللي هي c ادي ال a b بعد كده اخد من b واطول واخد نفس ال distance وعمل arc يبا هي دي ال image بتاعت ال b dash كذلك هنا هنطول اخد نفس ال distance a c النحية التانية يبا هي دي ال point a a dash ووصل ما بين ال اتنين وبعضهم يديني ال a ال image بتاعت line segment a a b وبتبقى النقطة دي عندي النقطة دي بتبقى هي ال a dash والنقطة دي عندي بتبقى ايه؟ بتبقى b a b dash هتلاحظ ال a t تلاحظ ان ال distance d ادت ال distance d وال distance d ادت ال distance a d ولازم يطلع ال a b parallel a dash a b dash طيب لو هجيب ال image بتاعت ال polygon by reflection in a given point يعني عندي بوليجن اهو عندي a b c ده ال original polygon triangle عايز اعمله reflection على ال point a على ال point m هاخد كل point من ديت و هعمل عليها نفس ال action اللي كنت بعملها و انا بجيب reflection in a point هيطلع معاك النظر بوليجن a dash b dash c dash لازم يطلع كونجر وانت للبوليجن ده يعني الانجل كلها زي بعض الانجل c زي الانجل c dash الانجل a زي ال a dash واللنسز تحت sides قد بعضها وفي الحلقة دي بنقول ان reflection in a point is a isometric يعني ايه؟ يعني بيحافظ على lens of sides وبيحافظ على lens of angles تعالوا نشوف هنعمل مع بعضينا ازاي اول حاجة هنرسم the triangle a b c ال point d هي اللي هعمل عليها reflection وبعد كده هطول من لحد ال point d وبعد كده اخد نفس ال distance d بال a بالكمبوس بتاع الناحية التانية وهعمل الكلام ده مع كل ال a مع كل ال point d و ال reflected points اوصلهم ببعد يطلع لي ال a reflected a polygon و الانترسكت و الانترسكت ال point d وهي ال b dash اخد نفس الفتحة d cd اخد نفس الفتحة d cd اخدها الناحية التانية يبقى d c dash و اطول اخد نفس الفتحة بالكمبوس الناحية التانية يدين ال point d وهي a dash وبعد كده اقفل بالبولوجون بعد مرسم البولوجون يبقى عندي ال point d وهي a dash و ال point d و ال point d و ال point d تبقى c dash تاخد بالك ان ال a dash b dash لازم يطلع ال a b و ال line segment cb لازم تبقى c dash b dash و كذلك a dash c dash و ال azeni و يجب ان يكون ان القيت بجانب اول واحدة يعني الاطوال بتاعتك اللنس بتاعتك بيتحافظ عليها خلال عملية الريفليكشن طيب تاني حاجة عندي الريفليكشن بالضبط زي هيحافظ لك على قياسات الريفليكشن يعني اي حاجة براليل لما تتنقل ويتعملها ريفليكشن هتطلع بردك الرابع حاجة هنا رفليكشن يعني ترتيب النقاط لما تتقرى لو هتقرأ اي حدج بتقرأ لو هتقرأ التقرأ ولكن الريفليكشن عشان الخيام الاiversان هذه الحاجة الوحيدة اللي هتلاقيها ما بتتحققش في الرفلكشن نلاقي الوريانتشن لكنها بتحققها في كله بعد كده خمس حاجة الرفلكشن انبوينت ريزيرفز البتوينتس ودي هتلاقيها بردك الفايب بروبرتس هتلاقيهم في الترانسليشن وهتلاقيهم في الروتيشن طالما مع بعضين نشوف الرفلكشن انزا اورجين بوينت وده يعتبر اللي هو الرفلكشن في الكارتيزيان بالنسبة للجزئية دي والأورجين بوينت زي ما احنا عارفين عبارة عن 00 ودي هيبقى ليها رول اقدر امشي عليها زي الرولز اللي كانت موجودة على الرفلكشن على ال اكس اكسس والي اكسس لو انا عندي بوينت هي البروينت سي عبارة عن 2 و 3 لما اجعلها الرفلكشن هاخد نفس الديستنس دي وديها الناحية التانية هيطلع لبوينت سي داش البروينت دي عبارة عن negative 2 and negative 3 لما تجي تبص كده وتشوف ايه التغيير اللي حصل في الكواردينتس هنا هتلاقي ان ال اكس اختلفت الصين بتاعتها والواي اختلفت الصين بتاعتها يعني الامage of the point x و y by reflection in the origin point هيديني negative x and negative y يعني لو انا عندي بوينت 2 و 3 الرفلكشن بتاعتها negative 2 and negative 3 لو عندي بوينت negative 4 and 1 الرفلكشن اعكسلي ده واعكسلي ده يبقى 4 and negative 1 5 and 2 تبقى negative 5 and a and 2 دي من الحالة المهمة اللي بيجعني على مسائل كتير طيب تعالى نبص موادين الرسمة دي كده بيقول لي draw on a square lattice where a equal negative 2 and 1 negative 2 and 1 تبقى هناك طيب ايه تاني ال b 4 and negative 2 اجي 4 وانزل a وانزل 2 طيب c بيقول لي 2 and 3 والc عبارة عن 2 and 3 يبقى ده تريانجل ايه ده تريانجل بتاعي يبقى انا كده حددت التريانجل بتاعي لما نيجي نجيب ال point by reflection origin ال negative 2 and 1 لما اجي عمل لها رفلكشن تديني 2 و negative 1 4 and negative 2 اعكس ال 2 يبقى negative 4 and 2 c عندي 2 and 3 يديني negative 2 and negative a and negative 3 تعالى نشوف هنا على الرسم انا عندي ودي عندي b ودي عندي c 2 and negative 1 تبقى هنا و negative 1 تبقى ال point ده تبقى a dash b dash c dash عبارة عن negative 2 and negative 3 negative 2 and negative 3 تبقى هنا ده تبقى c a c dash يلا نرسمها مع بعضنا و يديني تبقى الرسمة بتاعت التاعة ال a بتاعت ال reflection in a in a point تبقى تعالوا مع بعضنا نشوف بعض الاكسرسايز المهمة اللي على ال lesson 10 اكسرسايز وانا تشوز the correct answer from the given ones اول واحدة بيقول لي if a dash b dash line segment is the image of a b by reflection in m then a dash b dash ايه علاقتها بال a b طبعا هي علاقة equality الاتنين equal in the opposite figure اللي انت تشايفه دوت the image of a b line segment by reflection in the point m is a خد بالك ال a b دي هعمل لها reflection على ال m ال a لما عمل لها reflection تديني b وال b لما عمل لها reflection تديني a يبقى ال a b line segment ال image بتاتها عبارة عن ايه عبارة عن b a line segment اللي بعادية in the opposite figure من ديني a b c d is a square whose diagonals intersect at m ده معناه ان ده قد ده قد ده قد ده يبقى ال image of a b m a b m by reflection in m يديني ايه طيب ال a تديني مين تديني c ال b تديني مين تديني d وال m طبعا زي ما هيه يبقى ال choice if a dash is the image of a by reflection in m وميديني ال m a five يبقى ال a يداش كلها كام طبعا هيكون 10 سنتيمتر ان انت عندك ال m في النص وال m five يبقى ال m a dash five يبقى هيكلها كام 10 سنتيمتر exercise 2 بيقولي in the opposite figure من ديني a b c d is a square whose diagonals intersect at m وال x وال y وال z وال l دي ميد بوينت للسايدز التاعت ال square بيقولي the image of the point a by reflection in m is a ادي ال point a لما اجعل لها reflection على ال m طبعا هيديني ال point c يبقى point c ال image of the point x by reflection in m ادي ال x و ادي ال m هطول ال ray هلقى ان هي اصبحت point z عشان انا عندي دي ادي ايه؟ تيبقى point z ال image of a l by reflection in m ادي ال a l و ادي ال m اخد كل point هتعمل معها ال a تديني c وال l تديني y وراء الترتيب ال a l يديني c y line segment ال image of m z ادي m z by reflection in m طيب ال m زي ما هي وال z تبقى x يبقى ال m z يديني m x ال image of b m by reflection in m ال b تديني d وال m زي ما هي يبقى d m line segment ال image of a x تمام by reflection in x by reflection in x عبارة عن b x طيب ال image of the triangle al m a l m اهو by reflection in m نمسك نقطة نقطة ال a عندي تديني c وال l تديني y وال m زي ما هي طيب ال image of b x by reflection in m يديني triangle mean نمسك اول واحدة b تديني d وال x تديني z وال m زي ما هي يبقى انا ما بجعمل reflection باخد point point و ايه واشتغل عليها طيب ال image بتاعه triangle a m b a m b by reflection in m ال a تديني c وال m زي ما هي وال b تديني d يبقى cmd يبقى triangle c m d طيب ال image of the square a xml a xml a xml by reflection in m نمسكها نقطة نقطة a تديني c x x z m زي ما هي وال l تديني y طيب طيب تاني نوع من المسائل اللي هي الانواع بتاعه reflections في الكارتيزيان وديه المست بوبولار ويبتيجي كتير تشوز كوريكت انسر فروم زوز جيفن ال image of the point ده by reflection in the origin طالما في ال origin احنا اتفقنا بنعكس الصين بتاعه x كوردينيات وال y كوردينيات يبقى انا عندي negative 3 و 2 هيديني 3 و negative 2 the point 5 and negative 2 is the image of the point a by reflection in origin طبعا احكس دي بارتك يبقى negative 5 و 2 the point was image by reflection in the origin is itself is a طبعا سهلة جدا اللي هي zero zero the image of the point 3 and negative 2 by reflection in the origin followed by reflection على ال origin يديني ايه؟ هيديني negative 3 و 2 followed by reflection على ال x رفلكشن على ال x يعني اعمل ايه؟ يعني سبتلي ال x وغيرلي مين؟ ال y وغيرلي مين؟ وغيرلي مين؟ وغيرلي مين؟ وغيرلي مين؟ نروح عند ال negative 2 ونطلع 4 يبقى ال point اسمها ايه؟ ال point B عبارة عن 5 و 0 اروح عند ال 5 طبعا مش هطلع ولا انزل عشان بيديني 0 يبقى ال point B ال point C عبارة عن 3 و negative 3 يبقى اروح عند ال 3 وانزل A وانزل 3 يبقى دي كده ال point A ال point C طيب نعمل لها بعد ما نعمل درونج نعمل ايه؟ يقول لي زين فايند رفلكتد اميج في ال A في ال origin طيب الاول نوصل عندنا التريانجل بعد ما نرسمنا التريانجل ناخد كل point من دول ونشوف الرفلكتشن بتاعها طبعا انا عندي ال A عندي نيجاتف 2 و 4 يبقى ال A داش عندي هت اقوال معي 2 و negative 4 طيب ال B داش عندي هت اقوال كام انا عندي 5 و 0 تبقى نيجاتف 5 و 0 طب و C داش عندي هت اقوال كام C داش عندي 3 و negative 3 تبقى negative 3 و A و 3 نيجي نشوف ال A داش ال A داش عبارة عن 2 و negative 4 انا عندي 2 و ننزل A و ننزل 4 طيب ال B داش نيجاتف 5 و 0 C داش نيجاتف 3 و A و 3 يبقى دي كده C داش B داش و D A داش نرسوه مع بعضنا ويبقى هيا دي الرفلكتد اميج في الكارتزيان A في الكارتزيان كوردينيات اكسرسيز 6 بيقول لي او C D line segment is the image of B A C D the image of AB يعني واضح انهم اقولهم reflection في ال M by reflection in point M ومديني ال B A عبارة عن 2 X plus 5 وال C D عبارة عن X plus 9 والمجارة عن angle A equal to Y والانجل D equal 60 اول حاجة Etta find the lens of C D طيب هنقول sense n C D is the image of B A line segment دا معنى ان C D هي equal B A يبقى انا في الحالة دي اقدر اساوي X plus 9 بال 2 X plus 5 يبقى x plus 9 equal 2x plus a plus 5 طبعا دي عبارة عن equation in one variable اللي بقدر حلها على طول نجيب ال x في طرف الوحدها ونجيب ال a ونجيب ال numbers في طرف الوحدها طيب لما اجيب ال x دي هنا كده يبقى انا عندي هنا negative 2x plus x equal 5 minus 9 يعني negative x equal negative 4 ده معناه ان ال x عندي equal equal 4 طيب لما يكون ال x equal 4 يبقى c دي كلها equal كم يبقى zin يبقى c دي هتاكول معايا ال x plus 9 يعني 4 plus 9 هتاكول معايا 13 سنتيمتر طيب هو عايز بعد كده عايز value of y واحنا عارفين ان ال reflection in a point is isometric يعني بيحفظ لي على measures of angles ده معناه ان ال 2y equal cam equal 60 degrees و in a sense ان ال 2y equal 60 degrees يبقى zin ال y equal 60 degrees divided 2 which is 30 a 30 degrees وبكده يبقى احنا خلصنا lesson 10 lesson سهل جدا هنضيف للمجموعة بتاعت rules لل reflection في ال x و y هنضيف لها rule جديدة اللي هي reflection في ال a في ال origin وبالتوفيق ان شاء الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة شكرا